اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحضة معلقة من البندورة ويضيف لها فلافلة ويضيف لها ملح لا أضيف لها أبداً من أنواع البهارات أبداً أبداً تبقى على طعمة الخضار متى ما ضفتي نوع البهارات تصير طعمة الماكرونة من طعمة البهارات فأنا بدي أتركها هيك على طعمة الخضار هلا قبل البداية بدي أسلق أنا الماكرونة وبي ايمها على جنب لابد ما تنسلق الماكرونة بكون أنا قليت الخضار بدي أبدأ بالتقلية بالبصل والتوم بعد ما يأخذوا لون شوي هاك دهبي بدي نزل الجزار لأنه آسي أول شي بنزل الجزار بعدين بنزل الخضار على مراحل وطبعاً كل الماكرونة أنا بدي حط لها زيت زيتون ما رح استخدم أبداً لا سمنة ولا زيت نباتي زيت زيتون هلا حطيت هون تقريباً كاسة شاي من زيت الزيتون وهلا رح نزل التوم التوم والبصل وهلا الملح هلا بعد ما صار لون ذهبي رح نزل الجزار كمان الجزار بدي ألبو شي تقليبتين ثلاثين ما أمتلكون لأنه هو آسي فلذلك هو بالبداية بنخليه وبعدين بنزل البندورة وهلا رح نزل البندورة هلا البندورة ودبس البندورة وبغطي أزله بس سبع دقائق ما بدنا اكتر بين سبع دقائق لأن إذا كانت الخضرة كتير مستوياء اثنه خضرت في ماكرونة ودبس علشاء في الملح رح نزل ابت الحضرة كثيراً حيث größتنا سبع دقائق وحاجتها. وهي بعد سبع دقايق شوفوا كيف لستاتة مقحلها يعني ما بدي اياها انا الخضار تنهرس بقيت على شكلها. هلا صارت جاهزة. وهون انا سلقت الماكرونة. اول ما بتغلي الماء بعير خمس دقايق وبقيمة. لا تخلوها تغلي اكتر من هيك يعني اكتر من خمس دقايق لان بيروح اللون طبعها. نخليها بهاي الالوان الحلوة. وهلا بدي نزل الماكرونة فوق الخضار. ما احلى الوانها. تحسوها الوان الصيف. وهيك صارت جاهزة ماي. هلا بقلبها شوي. بس لحتى تمتص الصلصة وبسكبغ. وهي الماكرونة صارت جاهزة. شايفين كيف ضلت الالوان على حالة? يعني اللون الاخضر بالماكرونة ضل والبرتقال يضل والاصفر ضل متل ما هو. لان احنا اولا لاغلينا المي كتير عليها يعني بس خمس دقايق. وتانيا الخضار حتى ما خليناها تنهرس. يعني كمان الخضار سبع دقايق متل ما قلت لكم ومنطفي تحتها. لهيك بتضل الماكرونة تمه بتاكلوها كل حبة بحبة تم ومخبوصة ابدا. ولانه اكلتي على الغداء كانت سهلة وبسيطة وخفيفة. فوعدت الولاد اني اعمل لهم كيكة الشوكولر. بالنسبة للمقادير منحتاج خمس بيضات وكاسة ونص من السكر ومعلقتين كبار كاكاو وكاسة ونص حليب ومعلقة كبيرة بكين بودر ومعلقة كبيرة فانيليا وكاستين وربع طحين وكاسة زيت. هي كل المكونات تبع الكيكة. وهلأ يلا نبدأ بالشغل. طبعا بالبداية بدي اخفو البيض مع ظرف الفانيليا. متل ما قدت لكون ظرف الفانيليا يعني بما يعادل معلقة اكل كبيرة. طبعا حبايبي لا تنسوا انه كل مكونات الكيك بدون يكونوا بحرارة المطبخ. وهلأ بعد ما خفقنا البيض كتير كتير منيح. هلأ بدي ضيف السكر على مرحلتين. يعني السكر انا عندي اياه كاسة ونص. فانا ضفت اول كاسة. وبخفق كتير لحتى حس المزيج عم يرتفع. وبرجع بحلط النص الثاني. هلأ انا ليش عم ضيف السكر على مرحلتين. لان انا بدي كمية الهواء تدخل يعني اكتر كمية ممكن من الهواء بديها تدخل على الخليط. وهلأ بدي ضيف الحليب. كمان الحليب عنا بالمقادير كاسة ونص من الحليب. انا بدي ضيف الحليب على مرحلتين. الكاسة الاولى وبخلط. برجع بضيف الكاسة الثانية وبخلط. كمان بالنسبة للحليب بدي يكون بحرارة المطبخ. يعني لا بارد ولا صخم. وهلأ بدي ضيف كاسة الزيت. بدي لكم على شغلة بالنسبة للزيت اختاروا نوعية الزيت تكون يعني تمام هيك زريفة. لان في مرة انا عندي على صفحتي على الفيسبوك كانوا في صبايا يسألوني انه طعمة الكيك ما تصير طيبة. هي للأسف من من الزيت اللي يكون نوعيته رديئة. وهلأ بدنا نضيف لطحين على دفعات. يعني انا عندي كمية لطحين هي كاستين وربع طحين. هلأ انتو خدوها بشكل مبدأ يعني دائما انه كمية لطحين بدي تكون قد نص كمية البيض. يعني انا بالبداية قتلكم بدنا خمس بيضات. فلازم يكون عندي انا كاستين ونص من الطحين صاح? طيب هلأ انا عندي الكاكاو مستخدم انا معلقتين هللي بدي اخلطن هلأ بالخليط. فهدول معلقتين الكاكاو بينحسبو من الكمية. عرفتو كيف? لهيك انا قتلكم كاستين وربع. وقال لهو النظامي دائما كمية لطحين قد نص كمية البيض. لهيك انا استخدمت كاستين وربع من الطحين وربع الكاسة الباقي خليتو من الكاكاو. يعني معلقتين الكبار الكاكاو بيطلعوا تقريبا ربع كاسة. طبعا انا نوعيت الكاكاو اللي مختارتها لهي الكاكا كتير كتير زريف هيك وغامئ. بس ما بعرف ليش هالكاميرا طالع لونه فاتح. طبعا لسه هلا الكاكا بدي تغمق اكتر لانه بدي ضيف شوكولاما بروشة. واهم شي اهم شي انه تنخلوا اي شي بتضيفو. يعني لاحظوا انتو. اللطحين منخول. الكاكاو كمان منخول بدي يكون. اذا بتضيفي بيكين بودر كمان بدي يكون منخول. رشة ملح بدي تكون منخولة. يعني اي شي حاولي تنخليل حتى تدخلي كمية هوا ويرتفع معك الكاك ويصير هيك متل الكاك الشاهق. وهلا شوفوا شو رح ضيف انا لحتى خلي الكاك اولا يرتفع ويصير هيك معملكون متل الكاك الشاهق. وتانيا بيسحب لك اي ريحة زنخة. مع انه هاد الكاك يعني من كتر ما في كاكوة من كتر ما في شوكولات. ما بيطلع لك ابدا زنخة. بس يعني باضافة الخل مع معلقة صغيرة بدنا نضيف هلا كمان من من الصودة. لحيفوروا معنا وراح نحطن بالخليط. لحيعملو لك الكاك مرتفع وما في زنخة ابدا. شوفوا انتو مجرد ما تضيفوا معلقة كبيرة من الخل الابيض مع معلقة شاي صغيرة من الصودة. اول ما بتحطوها مع بعضون بتلاقيون فارو متل كأنه كولا. بس يفوروا معناتها تمام. خلص هلا مننزل هاد الخلطة اللي عملناها بالخليط تبع الكيك. طبعا هي الخطوة بدت تكون تقريبا بالاخير يعني ما منضيفة من البدايات مسلا مع البيض ومع اضافة الطحين. لا منتركها للاخير. لانه هي اللي بتخلي لنا الفقاعات موجودة بالخليط. وهلا اشوفوا شو بدي ضيف هون. اه جبت انا لوح شوكولات تقريبا وزنه 200 جرام. اه وصر تكسره بالسكينة هيك لحتى صار ناعم يعني كأنه شوكولات مبروشة. اه وفيكن انتو تضيفوا يعني غير انواع من الشوكولات فيكنو تضيفوا هاي شبس الشوكولات الصغيرة. المهم اضافة الشوكولات يعني ما بتتخيلوا قديش بتعطيه طعمة طيبة. يعني بتعزز النكها. وبتخلي لك الشوكولات يعني هيك عم تسيح جواته بتاخد العقل. وحاولوا انه بالمعلقة. نفس هاي التحريكة بالزبط. يعني بالمعلقة كأنه خط ودائرة خط ودائرة. اه بهاي الطريقة كمان بيدخل الهواء اكتر لداخل الخليط. يعني لاحظوا انا هون ما استخدمت الخفاءة خلاص امتا? وصرت استخدم المعلقة. لهيك ما بنصحك تخلي القطع الشوكولات تكون كبيرة. لازم تكون مبروشة نعمة. لحتى تتحرك ما يكمل معلقة بسهولة. هلا هون انا جبت صينيتي فال. وصرت ادهنها بزبدة سائلة. يعني انا كنت هون هلا بتشوفوا ليش كنت عم بعمل هيك بخار مي للزبدة. فاخدت شوي من الزبدة. ودهنت فيها الصينية. بس انتو لا تتقيدوا بالزبدة يعني فيكون تحطوا زيت وترشوا فوقها طحين. وهلا بننصب خليط الكيك بالصينية. طبعا هي العادة اللي نحنا ما منبطلة يعني من لما كنا صغار ما منصدق امتى يزيد شوي هيك من الخليط طبع الكيك. ونصير من الحسن كتير كتير طيبين يعني بالذات طبع الشوكولات. شوفوا هون انا اخدت محرمة وصرت امسح داير الصينية يعني النظافة مطلوبة بهاي القصة. ليش لانه حتى ما يحترق معك العجينة اللي عالداير اللي ملزق عالداير. وهلا بننحضر الصوس اللي بننحطه على وش الشوكولات. هلا هون انا مستخدم كاسة سكر وكاسة نص من الزبدة ونص من الزيت. لهيك قبل شوي انه كنت عاملة انا بخار مي للزبدة. فاخدت منها ودهنت الصينية. فهون انا حاطة الكاسة يعني نفسها هي نص زبدة ونص من الزيت. فيك انتي تحطيها كلها زيت. تمام بس لا تحطيها كلها زبدة لابتطلع كتير تقيلة ودسمة يعني. وبدي كمان كاسة من الحليب البارد بارد حسرا يعني وبدي اربع معالي اكبار من الكاكاو. يعني نحنا بدنا نساوي اكسترا كاكاو او اكسترا شكولة. وهلأ بدنا نخلط كل المكونات مع بعضا. اول الشي طبعا انا اضفت هون السكر. وهلأ بدي ضيف الكاسة هي لي متل ما قلت لكم عليها نص من الزبدة ونص من الزيت. وبعدين بدي ضيف الكاكاو. واخر الشي الحليب. الحليب لي عملكم بارد لانه بيخلي لكم الصوس يعني يصير هيك يعني بسرعة كسيف وتقدروا تصبوه على الكاكا مباشرة يعني ما بتحتاجوا تبردوه مباشرة هون نحنا بيكون طلع الكاكا من الفرن ومنصب الخليط عليه. طبعا هون انا عمسجلكون التسجيل لانه صوت الخلاط يعني ما بتتخيلوا قديش عندي يا فضيع يعني انا والخلاط يعني صرلوا عندي كم سنة وبنزعج منه. فكيف انتوا فقط الحالي لأ احسن شي بصوركم سجلكون التسجيل. هلأ هون بعد ما طلع الكاكا من الفرن عم سقبوهم بهي العودة تبعا الاسنان لحتى اختبروه يعني شوفو ازا مستوي بتطلع العودة نظيفة وازا ما مستوي بتطلع العودة لسا عليها من الخليط معناها لسا بيلزموه نرجعوه على الفرن. طبعا الكاكا اخد معي نص ساعة على حرارة مية وتمانين وبسرعة ما شاء الله نفش ما عملكم اضافة الخل مع الصودا كتير بيعمل يعني مفعور رهيب. هلأ هون الكاكا بعد ما انا اختبرتها بعودة الاسنان فورا قسمتها مربعات وصبيت عليها الصوصة اللي عملنا يعني ما حتجد انا بردو صار ممتاز. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة الماكرونة والكاك عجبكم والنار رضاكم. ازا حبيتوا وصفاتي اليوم حطولي لايك حبايبي ما تنسوني بامان الله باي باي. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.